ايضا على مستوى بتعجبكم نعم نعم فانا مرة اشوف الشعر معاجة الشعر انا مرة واحدة وكلي مهمة وخدت فيها يمكن خمس سنوات يحب لوحدة ايه وحبهم يمكن هم جيران وقرع بالبعض وتوفى والده وقالت العائلة يعني بعد الوفاة ننقل من المنطقة هذي وعيهوا قال لا ما تنقلوا انا ابي فلانة وشدوا اهل البنت الى الرياض الله المستعى ايه وانزلوا في الرياض وخدوا فترة فيها وحصل خلاف بين العوائل اوه بتثل على الولد والبنت وثرت على الولد والبنت الله المستعى وهجرت وتركت الموضوع كله قات مع دبوة خلاص خلاص يشوف حاله وحلف بالله ليه انا شخصيا اني ما ااخذ اللهي واني لو تاخذ غير ايش اسمه غيري اني ما يتحنى فيه خلاص متعلق فيها ويمتعلق فيه بس انا غيرونا الناس ايه ومشاكل عائلية دخلت به وخد فترة وانسم وانسم وتأثر وجاني وقال ابي قصيدة تكفى يا سعود ما المستعى ابي لي قصيدة تعالج الموضوع ترى الشاعر هو بعد معروف هو معروف الان اصلا وقصد قصيدة ما نجحت انا ايه اطيت هي اذكر منها طبعا نجيب بيوت ما نطولها ايه 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 اه 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 واه جلضاها ايه واه يا زفرة الصدر الشيقية المعنى الله واه يا دمعة انفاحت بغالي صادق هواها ترجمة تغيظي قلب من بعدها ما تهنى انا وياه شفنا انها ما تنفى ورحت وغيرتها بقصيدة ثانية الان هو متزوجها وعلىها يمكن ثمانها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء السبب الله ثم قصيدة اقول انا اتقمص شخصيته طبعا انا هو شاعر هذا الصح هذا الصح قلت يا حمو الهجر ابدأ الوصل التفتيت الله الله إليه نستقر الحزن في ثومة وفوادي تساقي عروقي بالتوجات والتنهي تلبس على شف الشقة ثوب العيادي على ذكريات اللي لمنه طرف الزيت في زيزة العقيمة اللي مبشر الله الله خفى من سماي وغاب وانا طلع لي صيت تناء على ذكريات اللي لمنه طرف الزيت في زيزة العقيمة اللي مبشر بل اولادي تنام غرامه بالضمير وبناله بيت وفاخر بيد دنيا وكان الهواء هادي وثرني عمت بحلامي وسجيت ولا فقت إلا بصوته وينادي خفى من سماي وغاب وانا طلع لي صيت ولقاني حبيبي بالتلفزون والرادي وانا ما جداي إلا لعنيت لغنيت إلينا المحب بالعين في دم على سهادي راح ووصلها للعائلة وهدهم الله وهدهم الله وقالوا هذه حضك بلجأ فالشعر يعالج كيف يعالج كيف